قمة الاتحاد الأوروبي المختتمة أمسية الجمعة بدت عليها أثار الانشقاق وعدم التوافق بين قادتها وقد فاشل في اعتماد خطة توافقية لتنظيم الهجرة بعدما رفضت بولندا والمجر المصادقة على اتفاق بشأن توزيع طالب اللجوء على بلدان الاتحاد الأوروبي فالدول التي ترفض استقبال المهاجرين وفقا للاتفاق ستدفع أموالا للتي ستستضيفهم وذاك موضع شقاق تكتل القري رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي اتهم دول الاتحاد بالسعي لتحويل اتفاق لتشارك عبء المهاجرين إلى عمليات إجبارية لا طوعية أما نظيره المجري أبدى رفضه أي قرار لا يحظى بالإجماع حتى الآن تمكننا من الحفاظ على هدوء نسبي ومنع المفوضية الأوروبية من فرض حصة إلزامية على المجاريين والدول الأعضاء الأخرى لكن الآن تغير هذا الهدوء فجأة لقد اتخذوا خطوة شبيهة بالانقلاب واتخذوا قرارا من شأنه أن يأخذ بلدنا بعيدا عننا إنهم يريدون إلزامنا ببناء مخيمات لعشرات الآلاف من المهاجرين لبناء أحياء للمهاجرين ويعني موقف بولندا والمجار أنه سيجري تخلي عن النص المرتبط بالهجرة الذي تم إعداده وسيصدر باسم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حسب رئيس الوزراء السلوفيني المستشار الألماني حاول التقليل من حجم الخلاف مع بولندا والمجار بشأن ملف الهجرة أنا لست قلقا للغاية أعتقد أنه يمكننا ويجب علينا مناقشة هذه القضايا لكن لا يزال يتعين علينا أن نضع التضامن في عين الاعتبار كمعيار تظهر أيضا من اتحاد الأوروبيين انقسامات فرقت بين المتحمسين لدعم انضمام كييف إلى تكتل بروكسل ومنحها ضمنات أمنية وبين معارضين لما يعتبرونه تحول اتحادهم إلى مستودع سلاح وحلف عسكري ووفقا لما تنقلته وكالات أوروبية فإن معضلة بروكسل تكمن في تمرير اتفاق تستعد عبره مع شركائها لتقديم التزامات أمنية مستقبلية تجاه أوكرانيا كونه يساعد كييف في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل